بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلامة على أسراء المرسلين برصف التيتوريال شابتر 7 Heat Exchanger مبادلات الحرارة Problem 7 1 Overhaul Heat Transfer Coefficient of Heat Exchanger الهوت اويل عندنا الهوت اويل في ال inner tube هنا كونتر فلو ليش نقوله كونتر فلو لاحظ هذا الفلو في هذا الاتجاه في حين انه ثاني في الاتجاه المعاكس واذا في هذه الحالة نقوله انه هذا كونتر فلو الكفر inner tube ال inner tube من الكفر ديمتر تبعها 2 سنتيمتر والثيكنس تبعها تعتبر مهملة يعني التوب نفسها ماليها ثيكنس تبعها قليلة جدا وبتالي ما فيها thermal resistance ثيكنس تبعها لانه ثيكنس تبعها في هاتج اويل لانه ثيكنس تبعها لانه ثاني سنتيمتر فلوريد 0.8 امام الوضع من الوضع 45 و الوضع 80 امام الوضع الوضع من الوضع من الوضع 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 كم عنده اولا نأخذ الوضع الوضع من دخول الوضع هو 45 اذا نأخذ المباسرة الى الوضع 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 البرانتل و القانون الوضع 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 و 1 H out إنه تبع الأول الهيدرائك دايميتر بالنسبة للإنرة تيوب هي نفسها الد بحالة قلنا ما يكون سيركولر يكون الدي الدياميتر و نفسه الهايدروليك دياميتر المين في لوستي كيف نحسبها عندنا ناس فلوريت نقسمها على الرو AC الـ AC قلنا اللي هو الكروس سكشن تبع الانر تشو اللي هو 1 على 4 D سكوار إذن الـ Velocity ينقسم 1.6 ممكننا نحسب الـ Reynolds Number طبعا عندنا الـ Main Velocity DH اللي هي نفسها الدياميتر الـ New جبناها من الجدول اللي هو A9 طلعنا الـ Reynolds Number أكبر وكثير من الأربعة تلاف اللي هي الـ Critical Number في هذه الحالة إذن Flow Turbulent Flow Turbulent وحنا هون بننا لسبل الـ Water اللي يحصل له Heated لأنه هو Cold Heating إذن عندنا 0.4 هنا نطلع الـ Nislet Number Nislet Number نطلع منه الـ H الـ K-Thermal Conductivity DH دياميتر اللي هو 8 سنتيمتر هنا نطلع الـ Heat Transfer كيف شهد هلا وإذناش ننتقل إلى Oil قالنا أنه الـ Average Temperature تبعه هي 80 نروح للـ Table A13 نطلع منه Properties Rho K New Print لكن هنا لاحظ أنه الـ Hydraulic Diameter يختلف عن Inner Tube لماذا؟ لأنه نريد أن نأخذ هنا Cross Section هنا أنا في عندي هنا هذه هنا هي Di والدياميتر الكبير اللي عندي هنا هو D Out طبعا الـ Flow هلا وي موجود هنا موجود عندي في اللي هو ما بين الاثنين هنا هذه المنطقة هي اللي ماشي فيها Oil ما بين الـ Two Tube إذن لازم نقص نأخذ D Out اللي هي 3 سنتيمتر هنا نقص منها هذه الداخل علشان نلقى المكان هذا اللي يجري فيه Oil إذن D Out minus Di تساوي 0.1 1 سنتيمتر محسب منه المين في Los T الـ M دوت عندنا 0.8 الـ A C هي نفس الشي هنأخذ الـ Hydraulic ديمتر لكن نقوله هنا D Out سكوير يعني هنقص المساحة الكبيرة من المساحة الصغيرة بقى هادي اللي هي إيش A Out minus A In نتكلم عن cross section اوكي اذا صار عندي المين فلوستي 2.39 متر per second هذه سرعة هذا الـ Oil الـ الـ Reynolds number DH قلنا حسبناها لقناها 1 سنتيمتر New جبناها من table A 13 إذن Reynolds number 637 تبع Oil إذن أقل بكثير من 4000 إذن هذا هو laminar كيف نطلع النسل number في حالة laminar نحسب النسل number on the tube side of the annular space لأن هذا هنا يجري ما بين two pipe كيف نجيب يعتمد على di over di out الى di هنا على di out الموجود الخارج حسبناها لقناها 0.667 وهي موجودة موجودة هنا صح بين 0.5 وال 1 إذن نأخذ الانتر interpolation بين 2 سنجد نسل ni 5.45 5.45 إذن نحسب منها H out K معروفة تبع O DH تبع hydraulic diameter 5.45 إذن نجيب H out في المنطقة هذي هو 75 إذن خلاص صار ممكن نحسب overall heat transfer coefficient for this heat exchanger became هذه H out in حسبناها والH out حسبناها إذن نجيب overall heat transfer coefficient هو 74.5 watt per meter square degree Celsius السلام عليكم ورحمة الله وبركاته